وفي سياق آخر عقد مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وخلال الاجتماع تم عرض تقرير تفصلي حول سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية حيث تم استعرض موقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات فضلا عن تحديد الجهات المسؤولة عن أعمال الصيانة والتشغيل للمقار الحكومية هذا بالإضافة إلى أعمال تنفيذ شبكات المرافق واستكمال أعمال الطرق كما تم تطرق إلى موقف استكمال تنفيذ أعمال البنية المعلوماتية وشبكات الاتصالات في نطاق مشروع العاصمة الإدارية فضلا عن استعرض موقف تنفيذ مختلف المباني الخدمية في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية